دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أبناء محافظة الجوف إلى صلح عام لإنهاء قضايا الثارات بين القبائل وتوحيد الصفوف دعما لمعركة التحرير واستئناف عملية التنمية والإعمار بالمحافظة وشدد الرئيس العليمي في لقاء بمحافظة الجوف حسين العواضي والسلطة المحلية والمشايخ والوجهاء والشخصية الاجتماعية على ضرورة الانتصار لمكانة الجوف وتاريخها النظالي والحضاري العريق في مقارعة الإمامة والاحتلال الفارسي منذ وقت مبكر ونوه الرئيس بأدوار أبناء الجوف على مر تاريخ كرواد لمعارك التحرير والإخلاص وما يعول عليهم اليوم في إنهاء انقلاب الميليشي الحوثية الإرهابية وهزيمة المشروع الإيراني التقريبي الداعم لها باليمن والمنطقة ووجه الرئيس الحكومة والسلطة المحلية بتسخير الإمكانات المتاحة لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والجرحة من أبناء محافظات الجوف وحشد الموارد اللازمة لإنجاح وتثبيت صلح عام بين الخبائل وحماية الأثار والمعالم التاريخية التي تسخر بها المحافظة ترجمة نانسي قنقر